لأن بصراحة الأمور يعني بقت زيادة قوي الأمور تعدت الحدود مش باتكلم عن ديجيتماتش خلي بالكم باتكلم عن التصرفات اللعيبة أو بعض اللعيبة مش كل لعيبة تصرفات بعض اللعيبة وردود أفعالهم من أن الجمهور زعلان هذه القرارات هي قرارات يعني فعلا أثلاجة صدور الزمالكوية أنا مش ضد اللعيبة ولكن أنا مع استقرار فريكورت القدم أنا مع أن النادي الزمالك يبقى في حتة تانية أنا مع نادي الزمالك ونافس ويحصل على معظم البطولات اللي بيدخلها لأن نحن نادي الزمالك اسم كبير قرارات الحقيقة أنا شايفها قرارات يعني قوية جدا وأكيد طبعا المشاريع المنتظر عنده دواعي ومعطيات كبيرة جدا علشان يصدر هذه القرارات هو مجلسه بس أنا بستفسر عن طريق حامد يعني طريق حامد ما كانش في المباراة هل حصل منه حاجة هل معرفش طبعا سبب عدم التجديد لطريق حامد ولكن دي وجهة نظر المجلس الإدارة لابد أن تحترم وهنشوف طبعا في الأيام القادمة إلا هيحصل في هذه القرارات المصيرية والتاريخية أنا بعتبقى قرارات تاريخية أنها تصدر من مجلس دارة نادي الزمالك برقاس المشاريع مطلع منصور بعد الخسراء من الوداد فاضي الكيل فاضي الكيل يا جماعة بجد إحنا جماعة وقفنا مع إحنا بنقف معاكم وقفين مع تيم الكورة ده في أوحش الظروف وفي يعني في أصعب الأوقات وكنا بنقف معاكم لكن إنك أنت تخرج عن النص ضد جمهور نادي الزمالك الجمهور اللي عملنا كلنا واللي بشجعنا واللي بيروح أنت ما تعرفش الناس دي جاء منين الناس دي عملت إيه أنا شفت النهاردة يوم معانا صور يا جماعة بعد إذنكم للتوابير اللي كانت موجودة برا للإستاذ يعني توابير كتيرة جدا جدا الناس دي بتتحمل مشاق بييجي من من النجوع والكفور والمحافظات ومش من مصر بس بيبقى معاه مثلا مبلغ بيروح يجيبه تسكرتين له وابنه عشان يتفرج ويستمتع يعني يرضي رغبة جواه حبه الناديه حبه للشعار ده شعار نادي الزمالك للأسف الشديد قوب لهذا الكلام بيه حاجات طبعا في الملعب كلها كانت من شأنها أن المصر المنتظر أصدر هذه القرارات التأديبية على بعض النعيبة وأيضا عدم التجديد لبعض النعيبة الأخرى وإقاف المستحقات جميعها طور المستحقات جميعها